الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى آله وصحبه اجمعين الاخوة جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الناس كلها سمعت بالأحداث الأخيرة فيما يتعلق ب هذه الفرقعة الفرقعة الاعلامية التي يصطنعها الحزب الجمهوري ومشجعيه من العلمانين وغيرهم حتى يعني يحيو هذا الفكر الباطل والمنهج العاطل وحتى يقبل عليهم الناس وبعد ذاك جاد ردود افعال كثيرة لعلنا يعني نعلق على بعض الامور وآخرة كان في معرض الكتاب في بره عمل اللوم جناح كامل للهالك محمود محمد طه أو اسمه مين كده ما عارف محمود محمد طه والناس كلها شافت انه في ناس قاموا أو واحد من الناس يعني مشى وشرط خش المعرض بتاع القسم بتاع الحزب الجمهوري وشرط وسوه بتاعه كورك وجدع الكتب الى اخر والناس استنكروا وحتى اخواننا السلفين جزاهم الله خيرا استنكروا هذا الباطل وهو تغيير المنكر باليد لان يا اخواننا دي عبارة عن فرق عسايا اخواننا نحن ما في زول من اخواننا عامل جوطة عشان الناس ما تشوف بره اي زول من اخواننا يقف في الحلقة بس ما تمرق بره جوطة ساكت دي عبارة عن ركشة بيبوري قندراني نحن الاساليب دي كلها بنعرفها الاحزاب السياسية بيقى التباري الشغل بتاع السلفيين لانه حرقهم نحن بفضل الله تعالى كل منكورك نحن بنزيد الابنصي لما نقفله بهمتا ما راجعين وراسه اعلى ما في خيلك اركبه ومجي ومجينا انت امشي جيب محمود محمد طه لانه الجمهورين قالوا هو ما مات قاعد ما مات جيبه ما قلت ما مات جيبه مش ما مات بيك فانو بناخش ونغط بصرنا لانه بكون عريان فيمتا جيبت دودا الاكل وزاتو بناخش وليك لكن اخوانا اخوانا لابد يبقوا ناص حصيفين انت ما تنجر وراي يزول دار يعمل لك فرق عاكيدا ويصهر فانت استمتع شو تايم رفتا استمتع بالوقت بتاع لانه الحلقة دي ما بتلقى الكشف ده احنا ما عندنا غناء رفتا في التلفزيون او مسجلة او كده فانت استمتع وما تدي زول فرقة او فرصة انه يجي يعني يخلب الحلقة ما تشتغل بهم والامور دي يا اخوانا ما عادية انت الحلقة دي قبل ما تبقى كده وتكون رائقة انت زمان ما عارفين الحاصل جا حميدا كورك من بره ويتورط وجا خاشي وقع هنا الوقع لياها ما مرق رفتا جمين خشة برضو يتورط فاي زول بحاول انه يعني يناطح الحق بل باطل ربنا سبحانه وتعالى بيخزئه لانه ربنا قال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ونحن ان شاء الله ما دام فينا عرك ينبط ودم يتحرك وقلب يعني يدب الى اخر نحن ما اوليسان يتكلم ان شاء الله بفضل الله وبتوفيقه ومنه ما بنجيف بيان الباطل وكشف عوار كل اهل البدع والضلال ان تبتع باطل انتظر دوره بس ده النظام كده فخلينا نرجع المسألة الاولى تغيير المنكر باليد ده باطل تغيير المنكر باليد باطل وهذا من مهام الحاكم كما بين علماؤنا ولو مشيط راجعة فتاوى علمانا لانو في ناس دارين يلصقوا الكلام ده بالمنهج السلفي فالمنهج السلفي براء براء من الانكار باليد وبتان المنهج السلفي بيقى ضعيف عشان يضارب بيدينه ويتو بيدينكم وكرعينكم قادرين تناغشوا قادرين تحاوروا قادرين تجوا تناظروا المنهج السلفي عرفتا فدي اول مسألة والعلماء استدلوا علمانا كلهم الشيخ ابن عثيمين شيخ ابن باز شان كده الشيخ ابن عثيمين لما تكلم في مسألة تغيير المنكر وتكلم في حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبيده فبقلبه وذلك أضعف الإيمان قال نحن الآن لأنه الزمن فيه أهواء فتن الزول البغير المنكر بيده دل عنده سلطان سواء كان أمير أو كان قاضي أو كان في هيئة مخولة لها من الحاكم إنه تتكلم في المنكر وتنهى عنه وتتكلم في المعروف وتأمر به فدي ما فيه إشكال الراجل في البيت لقى الولد مشغل أغانيش إلى التلفون يحشره له وجه وخشمه فيمتى لقى البيت بقى عالطرقص محطة صوتين أنا بتكلم عن الموضوع يعني مش يعني تعيين هذه المسائل فيمتى يغير المنكر بيده المرة برضه لقى الراجل عرفته وقدرة تغير تغير أولادة حيته عرفته تغير المنكر وهكذا أما كونه يعني إنه الإنسان يا أخواننا ما عنده سلطة يمشي غير المنكر المعن يا أخواننا أي زولدار يكوري خلوه هو في حركة شعبية جاء هنا بدوشكات ما أعملوا حاجة أنت فاهم أي ظلم يديه هنا إن شاء الله ما بترجع له تام أنت أفهم الحاصل عرفته تترزع تحت زيك وزي أي هنا عرفته فركز معي أنا ما أتشتغل ما أبتشتغل يوات فيو أدميك بوقف الدعوة أخليك معي هنا عرفته فخلونا يا أخواننا في الشغل المهم أنا مع الجواكيم الكبار أنا ما ممكن أقتل لي حشرة وأبو الجندب أبو الجندب كثير طيب فإنكار المنكر يستفيد قعد تحت ما يشوي إش عليك اعتبر الشعار بتاع غناة السودان ولا كالمط مباشر قاعد في الشاشة السلفية في إمتى الحاصل فالحاصل إن يا أخواننا إنكار المنكر بيكون لمن تغيير المنكر لمن بيده سلطة والشيغ بن عثيمين قال هناك فرق بين تغيير المنكر وإنكار المنكر قال إنكار المنكر إنه لقد زل بيسمع أغاني وشاهد له عود تي تقول لها فلان ده باطل ربنا قال ومن الناس من يشتري له والحديث والنبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون سيكون أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير الاخر تبايل له لكن البشير العود يكسر ده السلطان ما بيده رفت واستدل العلماء بحديث الحديث الذي في الصيحين أن حاطب ابن أبي بلتعة لما أرسل الكتاب إلى قريش يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصدهم في مكة ليفتحها وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علياً والزبير ورجلاً آخر ثالث المقداد ومشوا لقوا يعني مرى معاها الكتاب ضعينة وشالوا منها الكتاب وعمر يعني كان حاضر في المجلس والنبي صلى الله عليه وسلم استدعى حاطب وقال له ما حملك على ما فعل فبين وذكر فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق دعني ركز معي في الكلمة دي حديث في الصيحين وفي غيرهم قال دعني أضرب عنق هذا المنافق فالعلماء كالإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم قال وفيه أن الحدود عرفته وانا كتبت الكلام هنا قال وفيه أنه لا يحد العاصي ولا يعزر إلا بإذن الإمام يعني العاصي ذاته لو زل عنده معصية دائرة تطبق فيه حد أو تعزير فده ما بكون إلا بشنا يا أخواننا بإذن الإمام عشان ما يكون الأمر فوضى كده الموضوع انتهى فالمنهج السلف بريء تماما وأخواننا جزاهم الله خير بيّنوا المقاطع معروفة ومحفوظة ونحن الحمد لله من زمان ما قاعدين غير بيت دينا شايفين منكرات كتيرة هس الليلة لو جابوا محمود محمد طه وقف قدامي هنا في الحلقة جقال جقال بفكره الباطل ده اللي بيقول فوقه أنا الله قدامي هنا بنكر عليه وبناظره وكده الاخر لكن ما بمت إيدي عليه دي مسألة مهمة لابد تتركز في عقول الناس ويفهموا إن السلفين ما محتاجين لجمهورين ثلاثة ما بملو لهم ركشة في السودان كله وإن الجمهورين وإن الجمهورين وينهم وين الجمهورين واحد مات هلك واثنين ملافين واحدة بيته وإلى آخر عرفته ما بملو ركشة أبشرك وده ذات دليل على إنه ده دليل عنه الجمهورين ما كتر أسي شوف البشر المسلمين ده كيف تغارينهم لي بواحد ده دي شغلة كتيرة في إمتى فده دليل إن نازل ما كتر لكن نحن دارين نبين للناس إنه الجمهورين منكر ونحن بننكرهم بالعلم وده برضو ده ده الدور 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 جاي لصاحبك عبد الحي يوسف العاملة كلها مشكلة في كورة صح البنات العبنكور منكر وحرام وكبيرة من كبائر الزنوب وفيها استفزاز لغيرة المؤمنين الآخر لكن ما زي المنكر ده ما زي المنكر ده عرفته طيب في مقطع قاعد في النت لمحمود محمد طه سأله فوقه أظن أنه كان عمل محاضرة ونغشو فوقه نغشو فوقه شباب صغار الظاهر من الكلام ما عندهم علم ومحمود محمد طه العلمانين الليلة بيعتبروا إنه إنسان علامة وجابه حاجة جديدة عرفته وإنه الزول ما بيقدر عليه وفي زمنه يعني وكان مشى الشيخ محمد أمان الجامي كان جالسودان كلام ده تقريبا في الستينات أو السبعينات أو التمانينات وجابه أليقى محاضرة يسمى المستقبل لهذا الدين قال المحاضر محمود محمد طه للشيخ محمد بن أمان الجامي رحمه الله رحمة واسعة عرفته والشيخ قال أنا قلت المحاضرة دي سمحة زول بيتكلم عن مستقبل الإسلام قال لما مشيت لقيت زول بينكر في صفات الله ويجيب العقايد بتاعت الاتحاد والحلول إلى آخر والعقايد الكفرية قال طلبت منه فرصة قال هو ما بعرفني طبعاً ما بعرف الشيخ محمد أمان الجامي لما نشيخ محمد أمان الجامي بدأ يرد على النقاط حقه الهالك محمود محمد طه نقطة نقطة طوالي محمود محمد طه قام قفل النقاش وقام الشيخ محمد أمان الجامي طالبوا بمناظرة وقال بعض الشباب اقترحوا تكون في نادي من الأندية المحاضرة مفرغة مكتوبة موجودة صوتية يسمى المحاضرة الدفاعية عن السنة النبوية لفضيلة الشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله عرفتها قام قال له خلاص نجي لمناظرة بكرة أو طلب أو أول شيخ قال لنا عندي محاضرة تعالي انت بفتح لك فرصة ناغشني فوقها محمود محمد طه تهنيهم من عبرة دي الخرطوم أنا ما عرف كان صاب بيه ولا الحاصي شنو عرفتها فرتك عشان ما تيت قول لي إلا والله محمود عمد طه ما أفضل بيقدر لهم السلفين اللي فيه زمنه زاغ منهم زاغ منهم ما بيقدر يناغشهم والليلة الجامورين ما عندهم حاجة عرفتها طيب المقطع ده قال فوقه سأله فوقه عن ابن عربي ابن عربي الصوفي وفي النهاية المنهج بتاع محمود محمد طه هو نفس منهج الصوفية نفس منهجهم أنا بس ادخلتها شوية في الشارع كنت داري أجيب الكتب بتاعت ابن عربي لكن بنذكر لك ونجيب إن شاء الله في حلقة تاني عرفتها؟ قاموا قالوا لي إنت سرقت الكتب بتاعت ابن عربي قال أنا السؤال ده ما بجاوب عليه ما تجاوب عليه ما بيجاوب عليه ليه؟ قال ابن عربي من كبار العارفين ولو كان موجود كان يبقى معانا قال الدولة اللي بيحلم اللي بندعو لها الآن قال كان ابن عربي بيحلم باليوم ده قال باليوم ده يعني في النهاية الزول ده منهج ومنهج منه يا أخوانا محمود محمد طاها منهج ومنهج منه منهج ابن عربي الصوفي طيب نشوف النقاط اللي بتوريك إنه الزول ده منهج ومنهج ابن عربي أو نقاط تشابه فوقه مع ابن عربي من أن هذه النقاط إنه ابن عربي يدعي الألوهية بيقول إنه الزول بيعبد الله لغاية ما يبقه الله ذاته ودي العقيدة بتاعة وحدة الوجود قاعدة عند ابن عربي الذي كان يقول وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في الكنيسة ده عقيدة منه عقيدة ابن عربي الصوفي ويقول وأعبده عن الله ويعبدني وأحمده ويحمدني سبحاني سبحاني ما أجلني وأعظمشاني وبيقول ابن عربي أنت من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحاني حللنا بدنا فإن أبصرتنا أبصرته وإن أبصرته أبصرتنا لغاية ما مشى ابن عربي في كتاب اسمه فصوص الحكم والصاح أنه يسمه فصوص الكفر قال فرعون كان على الحق والله بس الكتاب قاعد في البيت عندي منه نسختين نسختين قاعدات في البيت اشتريت من الدارة السودانية للكتب لليوم الأسود ده أو ليه اليوم البيمرقوا فوق الجماعة ده ضلالة لأنه ما بجوز نقول عن يوم أسود نتشاهن به المهم دي مسالة ابن عربي العلماء كلهم أجمعوا على تكفيره شان كده واحد من العلماء اسمه برهان الدين البقاعي وده تلميزي بن حجر العسقلاني ألف كتاب سماه تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي يعني مش موضوع ابن عربي كفر ده واضح الما واضح ليه ده غبي قال لك تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي تعاليه برهان الدين البقاعي وبرهان الدين البقاعي قال أنا جبت فوق كلام العلماء ها اللي تكلموا عن ابن عربي قال وما جبت فوق كلام ابن تيمية لأنه الناس ديل بيقولوا إن ابن تيمية رحمه الله عد ليه فما جبت شهدت العد عليه جاب كلام الناس فوقه ومنهم الامام الذهبي قال إذا لم يكن في كتب ابن عربي كفر فليس في الدنيا كفر عرفت ده ابن عربي الصوفي النكرة عرفت اللي بيسمهم الكبريتة الأحمر ما شاليا قدام الفصوص دي بيقول لك فص في حكمة موسوية لشنو كده ما عارف آخر حاجة آخر حاجة قال فصل في حكمة محمدية وده نهاية الكتاب وانا من هنا لأي محل أتحدى أي زول شيخ ابن عربي تحدى بالكلام ده قاعد موجود قال بتكلم عن عقيدته إنه كل ما في الكون هو الله قال قال ربنا سبحانه وتعالى بيتجلى في صور المخلوقات شاكده قال وما الكلب والخنزير إلا شنو إلا إلهنا قال وأكمل التجليات للرب في المخلوق هي في صورة النساء يعني قال أفضل تجلل الرب في المخلوقين في صورة شنو يا أخواننا يعني يبقى في صورة النساء مش هل في الغران يعني يبقى ما رأى يعني شوف شوف الصوف ده ده ما كافر ده بيأخذ منه محمود محمد طه ونفس كلامه ده لو اعتع وحدة الوجود بجي بمر قوليك من كتابه ده لغاية ما قال قال ولذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم تسعة نسوة حتى يكون يكون شهوده في الله أتم في النساء قال وأعظم الشهود في حال وصلة النكاح لو دائر تغب في ربك تاب لمن تكون بالجامع في مرتك مرتك درب العالمين سبحانه وتنزه وتقدس شوف الكفر والإلحاد الآن تب للكيزان المهم ده موضوع تاني عرفته فهنا بقول شنوه كتاب اسمه الرسالة التانية للإسلام ما عليش يمسك المائك ده ودي رسالة تانية دي رسالة تانية أرفعها فوق بس ما عليش ودي رسالة تانية قال الإسلام برسالته الأولى لا يصلح لإنسانية القرن العشرين قال ليك الغران بتاعكم والرسول حقكم في عصرنا ده ما بيشتغله لا كذي الزل لو دار اكفر يسوي شنو بعد ده لو دار كذي براحة كده يقول لك لا ما كافر كويس براحة دار اكفر أسوي شنو كذي побريني بعد الكلام ده بعد الكلام ده ده ما كفر هم قالوا ده ما كفر طيب يا يا فهم ابن ناجورا الزل لو دار يكفر بعد الكلام ده يسوي شنو كذي كذي يعني فكر لو ده ما كفر ده ركفر أسوي شنو طيب هنا الرسالة التانية للإسلام هو من العنوان كفر ده نمر واحد قال مقدمة الطبع الرابع ده طبعا يتهم فوق الرسول إنه ما بين الربنا أمر به إنه قال الإسلام خلاصة كلامه في الصفحة دي الإسلام رسالة أولى ورسالة تانية قال الرسالة التانية دي ربنا مربع الرسول في نفسه والرسول ما بلغ للناس وربنا عز وجل قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ثلاث من حدثك بهن فقد كذب محمود محمد طه كالضاب والمعاو كالضابين وكل الجمهوريين كالضابين وقالت في لفظ آخر قالت ومن قال أنه كتم شيئا من الرسالة فقد أعظم على الله الفري قالت ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم قول الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك يا ربنا قال للرسول عليه وسلم مش تكتم آيات ربنا قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين قيل الوتين هو الوريد في القلب ولقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين تنسب للرسول صلى الله عليه وسلم إنك تم شيئا من الدين وربنا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم شنوه الإسلام دينا عرفت دار تجي انت تطعم في إن الرسول ما بلغ الدين صفحة واحدة تسعين الكتب دي اشتريناه والمبارح بعد الحادثة بيوم طواله معنا ما سحبوا صح ما تابوا عرفت طيب نحن ما بنشرطه كده وهنا نحن بننجمك بها هنا قال قال ها هنا يسجد القلب وإلى الأبد بوسيد أول منازل العبودية فيومئذ لا يكون العبد مسير وإنما هو مخير ذلك بأن التسير قد بلغ به منازل التشريف فأسلمه إلى حرية الاختيار فهو قد أطاع الله حتى أطاعه الله معاوضة لفعله يعني ربنا قال أطاع العبد قال معاوضة للفعل هل معاوضة للفعل يعني مثلا إنت عبدت ربنا لما رفعت أديك لأله ربنا أديك هل ده معاوضة للفعل يعني أنا بدي خمسة جنيه عوضا عن الخمسة جنيه تديني كيلو سكر مثلا هل كده والذي رحمه من الله النبي عليه الصلاة والسلام قال شنو قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن شنو يا أخوانا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل فمعنات محمود محمود محمد طهد أفهم وأحسن وأعلم وأفضل من الرسول عليه الصلاة والسلام شوف الكفر والإلحاد بتاعده ونحن ما دالين نقرر إن نكافر لأنه ده قرروا زمان وهيئات كثيرة عشان ما تقول كفروا لكفروا قبانا قبلوا لدون ذاته كفروا نجموا ونمير جزاو الله خير والله نسأل الله أن يرفع درجته بهذه القربة التي تقرب بها إلى الله وإنها لمن أفضل أعماله التي يلقى بها الله نسأل الله أن يجزيه عن أمتنا الإسلامية خير ما جزى حاكما عن محكومه طيب يا يرحمك الله يا نميري قال فيكون حيا حياة الله وعالما علم الله ومريدا إرادة الله وقادرا قدرة الله ويكونه الله هذا لصفحة واحد جزعين هذا له والكلام ده أخواننا كفر من أوجه كثيرة السطر ده براو لو عنده ثلاثة رقاب بيقطعوا عليه قال لك من واحدة لو ثلاثة رقاب بيقطعوا عليه أول حاجة قال يكون حيا حياة الله وده كلام باطل ليه أخواننا لأن حياة الله حياة الله لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال الله لا إله إلا هو الحي القيوم وتوكل على الحي الذي لا يموت اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ده ربنا سبحانه وتعالى أما حياتنا نحن بلغران أنت الرسول وما عارف آيات اتخيل ده رسول الرسول نتاني قال وآيات ما عارفة إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد من نارك وأن يوقد عليك قبرك وأن يملأ عليك قبرك ناراً كما ملأت علينا الدنيا باطلاً وكفراً وإلحاداً بالله عرفتها؟ هنا هنا عرفتها؟ بيقول في الباطل بتاعه ده ربنا قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شنو؟ شيء مذكورة إذن حياة المخلوق مسبوقة بشنو؟ بعدم وبعد ذاك حيشنو؟ حيموت إنك ميت وفي النص بيجيك مولاريا تقول حياتك كحياة الله بيجيك الأمراض محمود محمد طاعة تلقاه عنده إسهال ماسك الحمام البيت دارين يخل شو ما قادري أها كيف؟ هل أنت معقول تكون رب؟ عرفتها؟ زي ما قال الشاعر الجاهلي أرب يبول السعلبان برأسه لقد خاب من بالت عليه الثعالب لكن الببار الجداد بودي الكوش عرفتها؟ قال وعالماً علم الله هل أنت كنت عالم إنه نمير بنجمك؟ وما شرته؟ ولا ما كنت عالم واتنجمته؟ ولا الحاصر شنو؟ كلام باطل يا أخ كلام باطل ولا دائر دليل ذاته يردوا بو عليهم ها؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علمه قال ومريداً إرادة الله إنت ما بكنت تريد أن ينتشر المذهب الجمهوري فلماذا لم ينتشر المذهب الجمهوري؟ كلام باطل كثير ذاته قال وقادراً قدرة الله يخدم هذا أي حاجة ربنا قال فلينظر الإنسان إلى طعامه من قدرة الله أن صببنا الماء صبه ثم شققنا الأرض شقه فأنبتنا فيها حبه وعنباً وقبه وزيتوناً ونخلة وحدائق غلباً وفاكهةً وأبه دي ربنا خلقه تعال مش قدت قادر قدرة الله أخلق لنا فيتري أخلق لنا جمح أخلق لنا شجر ما بتقدر ربنا عز وجل قال الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء شوف الآية دي واضحة كيف ها؟ وده نفسي حال النمرود النمرود ومحمود رفت نشوت بالبود في امته قال النمرود قال شنو إذ قال إبراهيم لما مشى للنمرود ها؟ ربنا قال أوك وإذ قال إبراهيم ربي الذي إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا شنو أنا أحيي ويميت قدرة الله نفس الشيء قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين يا أخ ما دائرة دليل ذاته قدرة ربنا سبحانه وتعالى بجيب الشمس من وين ربنا بخلق الخلق كيف ربنا سبحانه وتعالى بنزل المطر كيف ربنا عز وجل يحيي من يشاء ويميت من يشاء ربنا عز وجل والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب قال لغاية ما قال ويكون هو الله عرفتها؟ ده ابن عربي عشان كده أيضا من النقاط البناتهم إنه العلم أجمع على تكفير ابن عربي وكذلك أجمع على تكفير محمود دي الفتوى بتاعته الأزهر ودي أنا لقيت في موضع واحد قال مفروض الأزهر يعتذر للأمة السودانية لأنهم يعني كتلوا محمود محمد طه والله إذا مركت الأشاعر لو مركت الأشاعر القاعدين في الأزهر والصوفية والعواليك فالتحية للأزهر التحية للأزهر بين غوسين النجاط بر الغوس الأشاعر والعواليك في إمتى؟ تحية له والله لأنه مرك هنا قال لك شنو قال فقد وقع تحت يدي لجنة الفتوى بالأزهر كتاب الرسالة الثانية لإسلام تأليف محمود محمد طه طبع درمانة الرابعة ألف وتسعمية واحد وسبعين صندوق بريد ألف مية واحد وخمسين وقد تضمن هذا الكتاب أن الرسول بعث برسالتين فرعية وأصلية قال حقته الأصلية رفتها جال أصل نميري وراك الشغل كيف طيب قال وقد بلغ الرسالة الفرعية وأما الأصلية فيبلغها رسول ياتي بعده لأنها لا تتفق والزمن الذي فيه الرسول وبما أن هذا كفر صراح دين منه شيل فرارك ومشيناك ولا يصح السكوت عليه فالرجاء التكرم باتخاذ ما ترونه من مصادرة لهذا الفكر الملحد والعمل على إيقاف هذا النشاط الهدام خاصة في بلدكم الإسلام العريق وفغكم الله وصدد خطاكم والسلام عليكم الأمين العام لمجمع البحوث دكتور محمد عبد الرحمن بيطارة وبيضار رفتها فدازل كفرنا زمن وكلامه كله كلام فارغ وكلام باطل وبيستدل بآيات يقول لك ربنا قال لهم ما يشعون عند ربهم العلماء الشت قالوا ده في الآخر في الآخر لهم ما يشعون عند ربهم دائر أكل دائر شراب دائر كده ده في الآخر أهل الجنة لكن انت انت قاعت هنا في الدنيا لهم ما يشعون هل حبل الربطولك ده كنت مما يشعون ولا ما مما يشعون فدازل مجرم ساكن رفتها والنبي عليه الصلاة والسلام قال سيكون بعدي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي فكونك انت تدعي الرسالة وإنك رسول هذا من مصداقي قول الرسول صلى الله عليه وسلم فأنا أختم بنقطة مهمة أركز على تاني إنه أخواننا السلفيين ما محتاجين لضرب أو ما كان أصلا منهج يوم من الأيام إنه يغيروا بيدهم وهم ما عندهم سلطة نحن بس بنتكلم بس والكلام ده هو الغايزه وده يوريك إنه منهج محمود هو نفس منهج الصوفية كله عشان كده عبد الحي زائغ منه لأنه لو يتكلم في محمود ووحدة الوجود لو عمل في خطبته لو 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 ما بعمله لو عمل في في مسجده في خطبته الجماعة بقول لي طيب ده ما كلام ابن عربي ذات ليه ما تكلمت في التجانية والقادرية اللي قال كلام ده عشان كده ما حايت كلمت رضا الله العافية والسلامة واترك الكلام لشيخ ابو بكر اشتركوا في القناة